بالمناسبة منتخب البرازيل واللي يعتبر واحد من أعرق المنتخبات اللي دايما بتشارك فيه كل نسخ المونديل تقريبا من أكتر الدول أو ما اعتقدش ان فيه أي نسخة ما شاركتش فيها البرازيل المهم خلينا نتكلم عن النسخة الحالية منتخب البرازيل حسم تأهله لدور 16 بعد فوز صعب نسبيا على منتخب سويسرا بهدف دون مقابل الهدف ده جيه في الديئة 83 ومنقول فوز صعب وجملة دي غريبة لأن المفروض لو هنتكلم على تاريخ المنتخبين على خلفية وماضي المنتخبين المفروض يكون الفوز سهل وبنتيجة أكبر وأعرض من كده بكتير لكن هنقول إيه ده اللي حصل كانت النتيجة واحد صفر قبلها كان ألغى الحكم السلبادوري هدف سجله اللاعب البرازيلي فينيسيوس جونيور في الديئة رقم 64 بداعي التسلل بعد طبعا ما رجعوا ليه تقنية الفيديو بكده حسم البرازيل التأهل وبرضه بالمناسبة كمان نيمار مقدرش نيلعب الماتش ده كمان بسبب الإصابة في الكاحل وطبعا ده أفقدنا كتير من متعة المشاهدة اللي نحن منتكلم على اللاعب يتقال عليه فنان استثنائي الحقيقة نيمار بص يا برازيل بجد محقق رقم قياسي فيه هنا منتكلم كمان دور المجموعات بالمونديال وأنا عايز أروح محضراتكم بقى كمان للتصريحات الخاصة به المدير الفني طبعا تيتاي هو كان بيتكلم كده هو قال أولا عبر عن رضا مبدئيا على مستوى اللاعبين قال عقب الفوز لكن الفوز كان بصعوبة جدا على منتخب سويسرا بهدف دون مقابل وعايز أقول لكم برضو هو كان أضاف هنا قال سعداء بالتأهل رغم أن الانتصار على سويسرا لم يكن سهلا وحنفكر بجدية في المباراة المقبلة أمام الكاميرون وتحدث مرة أخرى عن صعوبة المباراة يعني هو بيأكد أن المباراة كانت صعبة كان لديه مجموعة من اللاعبين المميزين في وسط الملعب وأيضا لعبي الدفاع كانوا أقوياء في المباراة وحارس المرمى كمان كان رائع جدا هو بقى أتكلم كمان عن التبذيل لأنهوات الناس كتيرة انتقلت فكرة استبدال لأليكس ساندرو وقال قمت بإخراجه كإجراء يعني احترازي هو شعر بألم على مستوى الفاخد فيما في حسابات مش بالضرورة تكون متشافة للناس فنستغرب قوي من حاجة معينة ويتضح في الآخر أنه وراها سبب مقنع أكيد أكيد ومباراة برضو المطشات على فكرة الحلوة اللي ممكن نتكلم عنها يعني المطش اللي تلعب ما بين البرتغال وأورجوي بمعنى الكلمة اللي احنا هنتكلم لكن منتخب البرتغال قدر انهو يحقق الفوز كان بهدفين عشان هنا يقدر برضو يحسم التأهل رسميا لدور الستاشر قبل خوض الجولة التالتة للمجموعة طيب احنا كده عندنا بقى مفروض بلغة الأرقام أو لحد الوقت الكونكلوجين ثلاث منتخبات ضمنت التأهل بعد انتهاء مباريات الجولة التانية عندك فرنسا والبرازيل والبرتغال سوفار وثلاثة تؤال بصراحة طبعا متوقع برضو إلى حد ما كان يعني من البداية